هتقول يا شباب الثلاثة اللي كنت جايبينهم في الأول لمصطفى شبير وعايز الكابتل محمد صبح يتكلم عنهم تقوله كويل لمصطفى شبير وانت تحدثت عن هذا الأمر بس كمان مصطفى شبير تحيس انه عنده شخصية يعني ما بتغطرش انت برضو اللعبة قدام لإسماعيل دي حاجة بالسهلية هو الجول زي ما بتقول يا كريم اللي هو شخصية وانه هو قائد وازاي يدير الجيم وازاي يبقى عارف هو انا فين من الجيم ولعبتي فين يعني انا شفت التصدي اللي هو ابن عبد الرحمن فيه لعب نادر تقريبا قطع في ظهر تقريبا رامي حاجة زي كده هتيجي الوقت هو يعني زي ما بقوله ايه عايش اللعبة عايش الجيم طب هي هتتحط هنا ممكن اقدر اخد بالعرض اقدر يعني لو هي تحطت قريبة مني هل اقدر انزل يعني عنده يعني موجودة موجودة السيناريو جاهز اللي عبد الرحمن ممكن يعمل بالعرض تم ممكن يشوت فلما هو خلاص عبد الرحمن بقى التواجد في حتته المنطقة بتاعته رجع عدل من وضعيته بسرعة جدا خطوات رجليه هيلة جدا وقدر اللي يوقف صح وقدر يعمل التصدي بص دي يقول واحدة طبعا التصويبه من خارج منطقة الجزاء دي طبيعية جدا هو شعيف كويس طبعا سخو بقى هي من فوق الحيطة هي من فوق الحيطة وسنان هو موقف الحيطة بشكل كويس والعدد مناسب تمام؟ هتقول لها بعدها يا شباب على طول يا دي ممكن تبقى صعوبة توسل نهاية من فوق الحيطة قلولي يا شباب لو الحالات فيها مشكلة فدي حالة طبيعية جدا هو أم حاجة هو شايف الكورة بشكل كويس ما تحركش قبل الكورة يعني شايف الكورة لما خرجت من المنشأ أو من السبات بتاعها بدأ هو يتحرك يلا اللي بعدها ننقل على طول يعني بص هنا بص الموقف ده هو عايش تمركزه هاي البص هو راح فين؟ الأول بدأ يرجع تاني عدل مضايته كان ممكن يغلط لو تلعبت بالعرض وهو يبقى بره الرجل يشوتها في الزاوية بتاعته فرجع عن تصد هاي الهيكورة تحت صعبة جدا في مستوى قريب في مستوى تحت القدم اللي هو يشير رجله الشمال ينقل فمصطفى ممتازة جدا وصعبة وهي زي ما بقول الحرص المرمى فيها تفاصيل كتيرة جدا ان هو آه انت بتتصدى بس مش بأي شي يعني بص دي كمان ان هو بص ينقل نعمل البلوك ويهي لعب أكورة لو يقدر يقولك ايه أنا أقدر أف مكاني جدا هتتشاطها ممكن تيجي في جسمي بس يقول بس هنا الفرق هنا شجاعة مصطفى وإصراره وشغفه ان هو يتصدى لكورة ويمنع هدف مؤكد جدا ان هو يخرج من المنطقة بتاعته التلاتة يارضة ويخرج ان يعمل تصدى ضد عبد الرحمن دي حاجة مميزة جدا وهي ده اللي بيفرق حارس عن حارس ده بيفرق حارس عن حارس النهاردة هدف بتخش مش بتاعتك بس النهاردة انت جول عدلت من وضعية المبارأ لصالح فريقك والنهاردة أنا استحق أنا كل الناس بتقف جول بس انت هتبقى صعب التصدي التصديات اللانت هتصدد اتبقى